عايز سألك سؤال النهاردة كلامنا هيبقى فيه تفاصيل اوش انا عارف انه ممكن ما يكونش شبه حوارات كتيرة لحضرتك بس انا عايز افاهم الناس واعرفهم ازاي مدربين مدارس الكرة او الناشئين بيشتغلوا ازاي راجل ده لما كان معي قال لي انه هو لما جيه قرر انه الفرق الناشئين او الاطفال الصغيرة يلعبوا خمسة ضد خمسة تمانية ضد تمانية حداشر ضد حداشر عشان لما لقى انه حداشر ضد حداشر في المرحلة الصغيرة دي ملقاش اللاعبة بتلمس الكرة كتير او ما يعلمهمش المهارات الفردية قال لي انه بيشتغل على لعب لعب يعني كل لعب بيشتغل معه فنيا نفسيا مع نوان فيه تفاصيل كثيرة جدا عشان في الاخر يعمل جيل محترم هل ده موجود عندنا هل ده موجود في كل الفرق ولا موجود مثلا في فرقة ولا في الاتين حراك بتشتغل معهم لا بالنسبة لنا كان موجود في النادي الاخر اننا تعلمته كده اه تعلمت اللاعب جانب طربوي جانب نفسي جانب فني جانب تكتيكي طبعا وده اخر حاجة وفيه طبعا في وسطهم الجانب البدني صحيح وده الهرم بتاع تكوين اللاعب للأسف الشديد في القطاعات الناشئين وده نفس كرة بيشتغلوا التكتيك قبل التكنيك وبيشتغلوا التكنيك كده بالصدفة لان زي ما قلت لك فيه معايير حتى في التدريب ازاي تمرن برعم وازاي تمرن ناشئ يعني انا قلت بكلمة دلوقتي بيقولك ازاي تمرن برعم البرعم ده ما بتمرنش ده بيتعلم كرة ايوه واناك فرقة من التعليم والتدريب ازاي هناك فرقة ما بتجبر هناك فرقة من التمرين والتدريب صحيح هناك فرقة جبيرة جدا بين الاتنين طبعا احنا عندنا في مصر خلطة بيطة ايوه ما بنفصلش بالأسف الشديد يعني تمرن زي يتعلم زي يتدرب كله بيتساوى في الاخر رب يعني ايه التكنيك والتكنيك عشان برضو الممكن اكون فاهم حراك بس السادة مشاهدين يفهمه بس احنا بناخد دلأسف شديد ده ما بنتعلم في الدرسات بناخد الحاجة كوبي لكن مع الخبرات العملية بجانب الخبرات العلمية اللي انت اتسبتها من الدكتور اللي بيدرسلك او من الشهادة اللي حصلت عليها خبراتك بقى العملية بتيجي من تجارب الفشل والنجاح من جوارس كرة القضاء انك تفشل مع ناشئ مش عارف تمرنه او برهم فانتطلعت لاعب للفريق الاول بدون اساسيات بدون فنيات بدون تكنيك مصرف تعليق وقعد معاك وما فدش الفريق اكو رفاد منتخب بلدك طبعا التكنيك حضرتك في الدراسات اداء المهارة بسهولة ويسر ده بالنسبة للدراسة ده النظل بالنسبة لبادر رجب او الناس اللي هي في الملعب التكنيك هو الوضع التشريحي لللاعب اثناء تأدية المهارة بص المستمى اختلف ازاي طبعا بس انا لو جبت كده اللي انا متواجد حسقط فانا مضطرة اجاود التكنيك اداء المهارة بسهولة ويسر وانت خدت بالك من اثنين وده النظري العملي ممكن يكون ترجمة للكلام النظري اه لكن انا لما جبت العملي وجيت قلت التكنيك ده ستايل اللاعب وهو بيقدي المهارة بيقدي مهارة باص وهو بيعدي واحد على واحد الستايل بتاعه شكله هو بيعدي بعيد بقى عن تعريف المهارة بعيد عن تعريف المهارة لان حتى المهارة لها تعريف حتى المهارة لها تعريف احنا مدخلين بقى بص التكنيك في المهارة لا التكنيك مش مهارة المهارة هي الكدرة المكتسبة التي يكتسبها اللاعب من المدرب طب يجي لك لعب من الشارح مش متأسس انا بديله اي انواع أو أساسيات كرة القدم المهارة دي اكتسبها مني ولا هو جاي بيها جاي بيها بدم أوهوب ما جيش جنبه حافظه على اللي هو فيه بس لكن الأغلبية بقى هو جاي يتعلم منك صح سواء يتعلم تدريب أو التمرين فأنت بتديله مهارة بيكتسبها منك أصبحت المهارة هي الكدرة المكتسبة اللي تكتسبها للعب من إيه من خلال المدرب بتعمل المهارة دي بتحدث الفارق لأنني مروح لك واحد على واحد عدي منك صح وفي أقل زمن وفي أقل مساحة أكلفتك وعدي تسمع مزعينة يقولك إيه كلفتك وفي سنطي وعدي طب جابها من إيه تدريب ما عندناش ميسي ما عندناش مرادونة صح لكن عندنا لعيبة تقدر تعلم لكن عندنا مواهب عشان ما بقاش أنا الموضوع مضلم بالنسبة لنا فين يا كدر يعني دايما فأنا هقول لك بس الجمل الشهير احنا عندنا لعبين ما عندهمش أسيات الكرة ايو دي جمل تسمع كتير احنا ما بقاش عندنا اللعيبة الحريفة بتاع الزمان ايو كل دا مش موجود فعلا دلوقتي هو مش كلامه خلاص هو موجود في التنقيب الأول في الاختيار بتاع المدرب ثم اثنين التعليم ثم ثلاثة التدريب انت ما بتجيب ولد وعنده ست سنين أو سبع سنين أو ثمان سنين ويفضل معاك لغاية أربعتاشر سنة بيتعلم كورة بيتعلم كورة يحسب كده كم سنة هو معك عشان كده مدربين البراعم والناشئين بيبقى الولد صغير اما بيطلع حتى فريقاول يقول لك ايه الكابتن فلان ده اكتر واحد أصرفية لانه قاعد معا خمس ست سنين اما بيطلع الكطاع الناشئين بيشتغل معايا مدرب كبيره سنتين ما بيرحقش يعني يبهت عليه قوي بيطلع في الدرجة الاولى انت عايز لعيب متكامل صح مش لسه هعلمه صح ما هو اي واحد بيجيبه أجنبي بتصور ان انت عندك تكنيك وعندك عامل بدني بعد مرحلة البلوغ بتشتغل صح التحملات والحاجات دي تحملات التحمل الهوائي واللاهوائي والسراعات والقوة وتحمل القوة والحاجات دي مفروض انت طالع بيها فبيفجأ ان الولد ده ما عرفش باصي هيرجع بقى لسه للتكنيك تاني عشان يعلم ولد ازاي باصي فدي المشكلة اللي بتقابل المدرب بيتعلم